برج الجديد اذا شوف انه انت ممكن البعض منكم بهاي الفترة يكون كان مر بعلاقة ثلاثية او هو حاليا بعلاقة ثلاثية وما قاعد يقدر يطلع من عدها او ممكن يكون اكو طرف ثالث بينك وبين الشريك هاي على الصعيد العاطفي اشوف انه انت متمسك بشخص بصورة كبيرة جدا وده تحاول انه تحافظ عليه او حتى تحافظ على العلاقة اللي بيناتكم من التدخلات الخارجية ممكن يكون اكو شخص واقف بينك وبين الشريك ممكن يكون معارض من اهلك او حتى من اهل الشريك اللي انت تتعامل وياه هذا الشخص اشوفه موقف العلاقة اللي بيناتكم مقطوعة ممكن تكون انت بالفترة الحالية مقطوعة علاقتك بالحبيب بسبب موضوع علاقة ثلاثية او حتى وجود طرف ثالث معارض بينكم بالعلاقة فلانه اشوف انه اكو امر فجأة صاير وياك او راح يصير وياك ببداية السنة ممكن يكون يخص علاقة بالنسبة للمرتبطين او حتى المتزوجين اما بالنسبة على صعيد العامل بعض منكم ممكن انه يكون بالفترة الحالية داخل بشراكة بالعمل لانه ده اشوف ايضا عندك تقدم بس قاعد تتقدم بحذر بالعمل ممكن ان بعض منكم يكون داخل بعمل جديد او شراكة بالعمل وقاعد يتقدم بهاي الشراكة خطوة خطوة عند نوع من الحذر من المخاوف انه هو يخسر بيها او ممكن يكون حتى داخل عمل جديد ولكن اكو شخص ده يأثر عليك بهذا العمل اللي انت دخلته ممكن يكون شريك وهذا الشريك انت ما مرتاح لاندك شكوك اتجاه او حتى ممكن يكون شريك عاطفي شخص انت قاعد تتعامل يا وعندك نوع من الشكوك والاوهام اتجاه لانه طلعت هنا طاقة الاسرار موجودة ممكن تكون عند هذا الشخص خاصة اذا كان من برج الحوت. فهاي الطاقة العامة بالنسبة لكم البعض. البعض الثاني اشوف انه انت مركز على العمل بالفترة الحالية والبعض منكم منتظر شخص يصير بينك وبينك كلام او حتى موضوع رجوع اشوف الاكثرية من عندكم قاعد تنتظرون رجوع تنتظرون بداية جديدة ويا شخص او حتى تعويض رباني. البعض من عندكم الثاني قاعد اشوف انه بهاي الفترة مركز تركيز عالي سواء كان على العمل او حتى اذا تشن الطالب ممكن تركيزك يكون على القراءة يعني بالفترة الحالية وضعك الدراسي اشوف انت مهتم بوضعك الدراسي وقاعد تحاول انه توصل او تحقق نجاح بوضعك الدراسي او حتى العملي اشوفك مشغولة هواية بالعمل وعندك نوع من عدم الاهتمام بالفترة الحالية ده تحاول اكو شخص بحياتك ما تبين لاهتمامك به مثل ما نقول لابس وجه خشب عليه رغم انه انت مراقبة من بعيد ومتمسك به ولكن ما تريد تتقرب منه وتصرح بمشاعرك ممكن يكون انت متخد موقف اتجاه هذا شخص بسبب موضوع صار بينكم بالماضي عموما هاي طاقتك العملي بالفترة الحالية فترة السابقة مريت بمرحلة انفصال مؤلم الانفصال اللي صار بينك وبين هذا الشريك او حتى راح يصير اه ما اشوف انه انت سبب منه ممكن اكو طرف ثالث دخل بينكم وهو خلى هاي العلاقة اللي بيناتكم تنهد وتنتهي ممكن يكون طرف من العائلة لانه اشوف انت حتى اوضاعك على الصعيد العائلي اكو اشخاص منافقين موجودين اياك بالعائلة ممكن الناس قاعدة تغشك او تخدعك بصورة ما موجودة هي من العائلة موجودة يعني شخص من عائلتك نفسه شخص ممكن يكون مقرب اليك او حتى ممكن يكون شريك اشوف انه انت مريت بمرحلة مؤلمة مريت بصدمة مثل ما نقول انت ممكن تكون بسابق مرة بصدمة او بداية السنوية بدت بصدمة هذا الشي مسبب لك متاعب هواية اشوف عندك نوع من الانعزال بالفترة الحالية صاير انت منعزل عن الناس تحاول تقيم التجارب تحاول تبحث اكو موضوع انت قاعد تحاول مرة واثنين واثلاثة واربعة بما عندك يأس منه شنت بالماضي ممكن هذا الموضوع يكون قلت لكم بخصوص شخص اللي انت مرتبط به ممكن يكون اكو اطراف خارجية تدخل بعلاقتكم وهي قاعد سبب المشاكل او حتى هي اللي سبب انفصال البعض الثاني اشوف ممكن يكون مار حتى بانفصال يعني طلاق البعض الثاني ممكن ايضا يكون مريت بحالة وفاة بالسابق وهاي الحالة ما للوفاة او الموضوع اللي الازمة اللي صارت الصدمة اللي عانيت من عدها ظلت مأثرة عليك هواية المهم ده اشوف انت وياه بداية السنة اكو اكو حدث مفاجئ راح يصير وياك اذا ما تشان صار بالفين وعشرين اول ما تبدي اكو حدث مفاجئ قدري راح يصير شي قدري راح يغير لك حياتك تماما ممكن يكون هذا الحدث مؤلم بداية الامر اليك راح تتألم من عنده ولكن بعد هذا الحدث الامور كلها راح تنقلب وراح تصير صالحك امورك كلها راح تتحسن اشوف قلت لك عندك نوع من بالفترة الحالية يعني انعزال طاقة الانسحاب انت منسحب مبتعد عن الناس ده تحاول تقيم حياتك تقيم التجارب اللي مريت بيها بالسابق ده تريد تستفاد من الاخطاء اللي انت مريت بيها ممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج العدراء او حتى برج العقرب وهذا الشخص ينطبق عليه سيناريو اللي قلته سيناريو الانفصال الصدم اللي صار اليك او حتى الحدث المفاجئ البعض منكم ممكن يكون مر بخسارة مالية خسارة عاطفية او حتى خسارة انسان من العائلة مقرب منك ممكن يكون شخص كبير من السن مات وانت اثر عليك وفاة هذا الشخص بصورة كبيرة هاي بالنسبة للطاقة العامة للسنة طاقتك انت اشوف اهم الاحداث اللي راح تصاروا ياك بهاي سنة اكو باب رزق راح ينفتح لك مفاجئ هذا الرزق اشوفه راح يغير حياتك المادية ويحسن من عندها من بعد ما كانت امورك معلقة على الصعيد المادي على الصعيد العملي اشوف انه اكو بداية السنة راح تبلش ممكن اه تبدأ تفكر بمشروع او اتخطط بمشروع او حتى اذا كنت مخطط لهذا المشروع فراح تبلش تمشي اتحقق هذا المشروع او هاي الخطوة ولكن اشوفك متباطئ بتحقيقها لانه ممكن تكون منتظر مساعدة من الشخص او حتى ممكن تكون الشراكة اللي قلت لك ياها بالاول اشوفك متباطئ بالتقدم هذا العمل انت ما قاعد تستعجل انت اساسا طاقتك ترابية فتتقدمه ببطئ اشوف انه انت قاعد تحاول تدرس هذا المشروع بالفترة الحالية اذا تحاول تقيمه من جميع الجوانب ما عندك روح المجازة فانت تفكر هوايا قبل ما تخطي خطوة الى الامام اشوفك قلت لك يعني عندك نوع من البطئ ولكن انت قاعد تتقدم من الحلم اللي انت تريده او حتى تحقيق هذا المشروع او العمل قاعد تتقدم الى ولكن انت تقدم راح يكون ببطئ اول نصف من السنة بعد النصف الثاني من السنة الامور تبدأ بالتحسن خاصة على الصعيد المادي اشوف عندك مصاريف هوايا مسئوليات هوايا ببداية السنة راح تكون خاصة على الصعيد العائلة ممكن تكون انت عندك مسئولية شايد مسئولية بيت شايد مسئولية اهل او حتى اولاد البعض منكم متزوجوا عنده اولاد فاشوف عندك نوع من الملل الروتين من العمل اللي انت موجود به وده تحاول انه تفكر بطريقة جديدة لكسب المال للارباح تركيزك المادي كلش عالي ببداية السنة راح يكون قلت لك لانه البعض منكم ممكن يكون مار بخسارة مالية بالسابق وهاي الخسارة اثرت على وضع المادي بصورة كبيرة وتعلقت امورك فترة البعض من عدكم ممكن يكون يعني انا هاي الورقتين مني اطلع لعندي سوى ويا ورقة الشيطان البعض منكم ممكن يكون اكو عمل مؤثر عليه وهو اللي موقف امورك العملية والمادية فاللي يحسون او ممكن يكون اكو شخص مسوي لكم عمل وانتو عدكم علم بي او حتى شيك فاتأكدوا حصنوا نفسكم ارقوا نفسكم برقية شرعية اكو حسد عالي عليكم واشوفوا اكو هواية احداث قاعد تصر بكم وبسبب الحسد بسبب ممكن موضوع عمل صاير لكم من امرأة ده اشوف هاي الامرأة عدها طاقة طاقة خبث يعني طاقة مكر خداع ممكن تكون من العائلة وممكن تكون امرأة غريبة ايا كانت ولكن اشوف انو تأثيرها كبير هاي الامرأة بحياتكم واموركم اغلب الامور هنا طلعت لكم معلقة وياهاي الورقة فانتو بالتأكيد اكو عدكم طاقة سحر موجودة ممكن تتعرضون السحر ببداية السنة او ممكن تكونون تعرضتوا الى بنهاية السنة الفاتت فاشوف انو لازم ترقون نفسكم لازم تسوون استجفاء لانو حتى وضعكم الصحي مدى اشوفها ذاك الوضع الزيان يعني فاموركم شوية راح تبلش ببداية السنة موضيتش الامور التمام شوية بها تباطو اموركم راح تبدأت تتباطئ شوية شوية بالاعمال بالعاطفة بكل شي عدكم تباطو اكو امور معلقة مقاعد تتيسر تحسوها ولكن النصف الثاني ان شاء الله تبدأت تتيسر الامور تمشي شوية شوية بس ارجع اكرر لكم طاقة السحر اللي موجودة عدكم قوية جدا دا اشوفها البعض منكم هاي طبعا قراها عامة مو لكل البعض وطبعا البعض اللي دا اقول عليهم هم ما يعرفون نفسهم يعني الناس اللي دا اقول لاني ممكن يكون عدها سحر هي اكيد اما تعرف انو هي عليها عمل او حتى شاكة بشخص ممكن بيكون مساوي لها عمل فارقوا نفسكم حصولوا نفسكم من العين من الحسد من السحر الاذكار دائما خليكم دائما اذكار مساء اذكار الصباح صورة البقرة اسمعوها الرقيات الشرعية ما للسحر همينة ركزوا عليها بهاي الفترة حاولوا تكتمون ارزاقكم لتحشون الارزاقكم للناس تكتمون اموركم الاموركم الحلوة نفسكم حتى قضاء الحوائج هي قضاء الحوائج لازم تنقضي بالكتمان فاللي لازم تسوي انو انت تكتم لانو حتى نقاط القوة اللي عندك هي انو انت تكتم المشاريعك احلامك ممكن الانسان حتى احلامه ينحسد عليها تكتم اموالك تكتم على كل شي حلو موجود بحياتك حاول تحافظ عليه مثل ما نقولون اخواننا المصريين داري على شمعتك تئيد فانت حاول انو تكون كتموا بهاي السنة على ارزاقك على احوالك العاطفية استقرارك العائلي اي موضوع ممكن تريد تخطي عليه خطوة حاول انو تكتمه بهاي السنة لانو عندك طاقة حسد كلش عالية موجودة وايضا طاقة العمل للبعض من عدكم موجود اللي يعرفون نفسهم من اقول طاقة عمل هم يعرفون انهما ممكن يكونون متعرضين السحر فارجع اكرر لكم حاولوا تحصنون نفسكم بالاذكار او تتخلصون من هذا السحر اللي موجود عليكم لانو راح يعرق للكم هواية امور خاصة الامور المادية لكم هاي على الصعيد العملية قلت لكم اشوف عدكم تقدم بالعمل راح يبلش بطء شوية لانو انت خطواتك بحذر متباطئ اشوفك على الصعيد العملي دا تمشي بحذر خطوة خطوة خايف من الخسارة خايف انو تخطي خطوة غير محسوبة وتأدي الى خسارة لانو انتو البعض منكم خسران متعرض الخسارة مالية بالسابق فهذا الشي مخلي عندها حضر على الوضع المادي بالفترة الحالية وراح تتقدم وبطء بمشروع واشوفك راح تنجح بهذا المشروع المشروع اللي انت قاعد تشتول عليه ممكن يكون بيتنقل ممكن يكون بمكان بعيد عليك او حتى بيسفر فاشوف الاسفار البعض من عدكم عنده سفار متأجل صار لفترة يا برج الجدي السفر ان شاء الله بداية الشهر الثاني للناس اللي مقدمين على هجرة او شي وامرهم كان معلق فاشوف الشهر الثاني اكو راح يجيكم خبر عن موضوع سفر كان متأجل عليكم او متأخر صار لفترة وراح يتيسر ويتم هذا السفر خلونا ننتقل على الوضع الصحي الوضع الصحي مثل ما قلت لكم يعني الطاقة قاعد تكرر نفسها البعض منكم هو متعرض السحر او عمل او حتى طاقة حسد كبيرة وهذا الشي ماثر على امورك كلها اشوف انه ممكن اتعانون بالمشاكل بالظهر بهاي الفترة الظهر المفاصل اكثر شي بعض الناس من عدكم ده اشوف عدكم الام بالظهر بالاقدام ده تصير عدكم بالمفاصل هذا الشي محتاج منك وقفة محتاج منك انه تستشير طبيب هواي ناس قاعد اشوف يعني مريتوا بازمة صحية بالسابق او حتى حتمرون بازمة صحية ولكن راح اتعدي ان شاء الله الامور على خير وراح يصير عدكم شفاء ولكن محتاج من عدكم تركيز اكثر تخلون تركيزكم على الوضع الصحي وتهتمون به البعض منكم اشوف ممكن تكون عنده مشكلة بالاكتاف وبظهر اكثر شي هذا طالع يمني على الوضع الصحي فاذا كانت عندكم هاي المشكلة حاولوا تحلوها لانه اذا ضليتوا تهملوها احتمال تتعرضون يعني عملية جراحية تخص هذا الموضوع العملية الجراحية اذا كانت تخص الظهر انا قلت لكم اشوف انه الامور تعد على خير ولكن محتاجة منك تركيز لازم تهتموا باوضاعك الصحية بهاي الفترة وتركز عليها بصورة عامة بالنسبة للأوضاع العائلية برج الجدي احذر من شخص منافق موجود بالعائلة هذا الشخص ممكن يكون مقرب وطاقة هنا طالعة يمني نطاقة هوائية هذا الشخص قاعد اشوفه ممكن يكون ينقل كلام اه بالبيت او حتى يسبب فتنة يسبب مشاكل اه هذا الشخص ممكن يكون دي غشك او حتى البعض من عندكم ممكن يكون هاي طبعا القلة قليلة منكم البعض منكم هذا الشخص اللي من العائلة موجود ممكن يكون سارق منك اموال او سارق منك حاجة وانت بعدك الحد الان ما مكتشف هذا الشي اشوف راح اتكشفه بالفترة الجاية ولكن احذر من عنده اشد الحذر لانه هذا الشخص اول شي ينقل كلام منك ويوديه لغيرك وسبب مشاكل بينك وبين الاطراف الثانية اللي موجودة هذا الشخص ممكن يكون حتى هو اللي على الصعيد العاطفي هو اللي موقف امورك او حتى هو سبب الخراب اللي صاير بينك وبين الشريك طبعا للبعض منكم وللكل اللي قرأت طاقتهم بالبداية فاشوف انه هذا الشخص اللي يبني العائلة احذر من عنده اشد الحذر ممكن هذا الشخص يسرق منك اموال ممكن يسرق منك حتى افكار ممكن يكون اه يسرق منك ياخذ منك كلام وهذا الكلام ياخذه ينقل الغير ناس وتسبب لك مشاكل هذا الشخص اشوفه اللي موجود بالعائلة يسبب لك مشاكل هواية متاعب هواية وايضا عنده طاقة الاعمال بالخفاء يشتغل من ورا ظهرك يحاول يخرب عليك امورك فاحذر طاقة هذا الشخص اللي موجود بمحيطك واللي قاعد اشوفه من العائلة شخص مقرب من عندك لانه هاي ورقة العائلة فمن تطلع بورقة العائلة ورقة السيفن اف سورد بمعناها اوليدي اكو شخص بالعائلة انت مخدوع بي هذا الشخص اللي انت مخدوع بي ممكن قلت لك احذر من عنده احذر على اموالك احذر على اغراضك أكيد أنت من راح أحكي عن هذا الشخص راح تعرف من خلال طاقته منه هو موجود فأحذر من هذا الشخص بهذه السنة لأنه أشوف تأثيره راح يبقى وياك الحد شهر الثامن من هاي السنة هذا الشخص راح يبقى يأثر عليك بهواية أمور ولكن هو ينكشف بالآخر أحلامك وتطلعاتك يا برج الجدي برج الجدي أشوف عندك أحباط مطابعة بهذه الفترة أنت عندك طموحات عندك أحلام هواية ولكن قلت لك أنت وما أخذ وقفة ما أعرف شنو هاي الوقفة اللي أنت ما أخذه ليش أنت هل قد متباطئ بالأمور المادية أو حتى بحياتك بصورة عامة أنت منعزل أساسا طاقتك طاقة هنا برج العدراء أيضا متباطئ فبعض من عندكم دا توصلني طاقة أنه ممكن تكون الأمور العاطفية مأثرة عليك على يعني على شغلك على نفسيتك أشوفك محباطة أشوفك متعب يعني من تطلع هاي الورقة بالآمال والطموحات يعني معناها أنت بالفترة الحالية حتى أحلامك وطموحاتك كلها ما أجلها ما قاعد تريد تحققها أنت متباطئ كل شي عندك طاقة تحباط شديدة تأخيراتي هواية صايرة عندك ممكن أمور هواية متعرقلة بحياتك هذا شيء مخليك قاعد هاي القاعدة برج جدي أرجع وأقول لكم أشوف أنه أكو عمل مأثر عليكم بصورة كبيرة أو حتى طاقة حسد كل شيء آلية حاولوا ترقون نفسكم من الحسد ومن طاقة العمل للناس اللي تعرف أنه هي ممكن يكون عندها عمل فهاي طاقة ما للإحباط من تطلع بالآمال والتوقعات معناها أنت ما أخذ وقفة أنت موقف كل شيء بالفترة الحالية خاصة أول 14 من السنة أشوفك راح أتوقف أمورك كلها أتوقف أحلامك أتوقف يعني حتى أوضاعك العاطفية أنت ما تريد تمشي تخطي خطوة إلى الأمام أنت باقي متوقف بمكانك بهاي الفترة ولكن بعد هاي الفترة أشوف أمورك تبدأ شوي شوي تتحسن تستعيدي القوة البعض منكم ممكن تكون عندها أحلام وطموحات يتطلع العمل الجديد ولكن هو باقي على المضمون لأن قلت لكم هنا عدكم تباطئ فأنتم متباطئين ما قاعد تمشيون تخطون خطوة جديدة أنتوا باقين على الشيء المضمون اللي موجود عندك الثابت وإذا تحاول تشتغل عليه قاعد ترفض هوايا عروض قاعد تجيك ممكن تكون من أشخاص تتعرفهم أعمال جديدة أو شراكات جديدة ده تحاول أكو أشخاص قاعد يجون ده يحاولون أنه ممكن يحققون شراكة وياك ولكن أنت قاعد أشوفك متباطئ ما قاعد تخطي خطوة للأمام قلت لك فحتى أحلامك وطموحاتك أنت بالفترة الحالية ناوي أنه تركز على الشيء اللي موجود بين إيدك خاصة أول أربعة شهر من السنة لأنه عندك مخاوف وبعدها تبلش تبدأ البداية جديدة أو تنطلق مثل ما نقول أنت حاليا ده أشوف وضعك طاقتك طاقت تباطئ بكل الأمور فخلونا ننتقل للوضع العاطفي إلى برج الجدي اللي قاعد أشوفه مأثر على حياتك كلها بصورة عامة برج الجدي مثل ما قلت لكم البعض منكم مارب انفصال هاي الورقة ويا هاي الورقة هي ورقة النهاية وهنا أيضا عندك ورقة هي ورقة النهاية فأنت ممكن البعض من عدكم يكون ناهي علاقة فعلا والنهاية العلاقة هاي ما كانت نهاية مرضية إلك هاي العلاقة ممكن أنت تباني عليها هواي آمال هواي ضحيت بها هواي حاولت تبني أو تأسس يعني هي ورقة التور أصلا هي شوفوا هو بيت كان ثابت ومستقر فجأة جت عاصفة هذا طبعا التأثيرات هاي مو نتائج أعمالنا هاي تغييرات قدرية تكون ورقة الميجر أركانا فأكو شي مفاجئ صار بحياتك هذا الشي قدى أنه البيت إذا كنت أنت مثل متزوج فممكن يكون هاي الورقة تكون ورقة طلاق البيت اللي أنت بنيته وتعبت عليه وضحيته هواي وحاولت هواي حتى تحافظ عليه بخاصة المززوجين هنا قاعدة أشوف الناس المززوجين وهم يعني ممكن يكون بينهم زعل أو حتى انفصال يعني صاير ولكن مو ما أشوف انفصال رسمي بعض منكم بعد هالعلاقة ما منتهي أكو بعض كلام بها ممكن يكون بسبب طرف ثالث مثل ما قلت لكم فأنت حاولت بكل مجهودك أنه تحافظ على هذا البيت تحافظ على هاي العلاقة للناس اللي مرتبطين تكمل هاي العلاقة شنة تتحس نفسك مكتمل بهاي العلاقة هاي العلاقة كانت بالنسبة إليك هي قدرية أنت شنة تباني عليه هواية أمال وأحلام فجأة دا شوف صار شي مشكلة أو حدث هد الأحلام اللي كانت عندك كلها فسقف التوقعات العالي اللي كان عندك كله انهد لها سبب أنت عندك إحباطهم متعلقة أمورك كلها قلت لكم يعني ممكن تكون طاقة السحر هي اللي مأثرة لأنه طلعت أيضا ورقة الشيطان بالعلاقة العاطفية فممكن العمل اللي عندك يكون عمل عاطفي ممكن يكون يعني من طرف شريك إليك أو حتى من ناحية الطرف الثالث اللي موجود بينك وبين الشريك هو ممكن يكون اللي يمسوي هذا العمل اللي يمخليك بهاي الطاقة المتعبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر